استقبل وزير الشؤون الخارجي عبدالقادر مساهل بجنيف من طرف مؤسس ورئيس التنفيذي للمنتدر الاقتصادي العالمي كلاوس شواب هذا خلال تواجده بجنيف حيث يشارك في المائد المستدير حول الصحراء الغربية وأشهد مؤسس ورئيس التنفيذي للمنتدر الاقتصادي العالمي بدور الجزائر ومساهمتها القيمة في الحفاظ على السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي وضف أن الجزائر التي تعد بلدا محوريا في المنطقة حيث حققت تقدما على المستويين السياسي والاقتصادي بإمكانها دائما أن تقدم مساهمتها في تطوير الأجندة الدولية لسيما في إطار مشاركتها المنتظمة في منتدى دافوس الذي ستعقد دورته من 22 إلى 25 جنزي العام الداخل